في ثباتي في حياتي أمنياتي فجر ذاتي واثق الخطوة أمشي أخطف الأضوار في ثباتي في حياتي أمنياتي فجر ذاتي واثق الخطوة أمشي أخطف الأضوار هناك قاعدة تقول أن العادة تتغير وتترسخ في 21 يوم بدأت هذه القصة مع جراح أمريكي وجراح تجميل ماكس ولمس لاحظ أنه عندما يجري عملية تغيير ملامح على مرضاه فإنهم لا يرون ذلك التغيير ولا يتقبلونه إلا بعد مرور 21 يوم فوضع هذه النظرية التي تقول أن الإنسان يلزمه 21 يوما للتغيير ثم أجرت فيليبا لالي تجربة على 96 شخص حيث بقوا 12 أسبوعا يغيرون في عاداتهم وبعد انقضاء تلك المدة كانت النتيجة أن الإنسان يلزمه ما بين 18 يوما و254 يوم لتقبل العادة الجديدة والمعدل هو 66 يوم حسب شخصية الفرد وظروفه والبيئة التي تحيط به والتي يعيش فيها فما هي الأشياء التي تجعلنا نتقبل التغيير ونلغي عادة سيئة ونغيرها بعادة سليمة؟ أولا قوة الإرادة وهو شعورنا بأنه الآن وقت التغيير ثانيا البيئة الدائمة والمحفزة والمشجعة ثم البحث عن المحفز الداخلي الذي سيمكنني من أن أغير العادة السلبية إلى عادة إيجابية ثم أن أكون واعي بأن لدي عادات سيئة مهما كان عددها أسجلها على ورقة وأسجل المشاعر المصاحبة لهذه العادة ثم أطرح على نفسي سؤال لو استبدلت هذه العادة السيئة بعادة تكون حسنة كيف سيكون شعوري؟ أكيد سيكون شعور جميل وإيجابي أحاول المحافظة على ذلك الشعور في صورة الذهنية لأن ذلك سيساعدني على الاستمرارية في تغيير العادة إلى الأفضل النية مهمة جدا في التغيير والصدق مع النفس ومع الله تعالى فيما تريده حقا قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإعقد النية واتبحها بالعزم على التغيير وعلى العمل على ترسيخ عادات جديدة من خلال الصبر والعمل والاستمرارية فالاستمرارية أهم من النتائج فالصبر مهم جدا في عملية التغيير لأنه لن يكون بين عشية وضحاها أنت لن تستيقض صباحا وتجد أن كل عاداتك السيئة قد ذهبت وتغيرت إلى عادات سليمة لذلك لا تستسلم واصل في التغيير لأن دماغك أيضا يحتاج إلى وقت لتطوير روابط جديدة وإنتاج سلوكات جديدة إذا شعرت بالملل ذكر نفسك بالمشاعر والنتائج المترتبة عن العادات السيئة ولا تنسى أبدا التوكل على الله والاستعان به والعمل لوجهه وحده اكتب في نهاية كل يوم الأشياء الإيجابية التي قمت بها طول النهار واعتبرها خطوة تقدم إلى الأمام وذكر نفسك دائما بالإيجابية في حياتك كيف أقوم بعملية تغيير العادة؟ مثلا أضع جدول فيه ثلاثة خانات الخانة الأولى أضع فيها العادة القديمة السيئة الخانة الثانية أضع فيها العادة الجديدة والخانة الثالثة هي عبارة عن ملاحظات وأشياء حول العادة الجديدة مثال ذلك عادتي القديمة كانت مثلا الأكل السريع والإكتار من السكريات عادتي الجديدة هي طعام صحي أن أدرج فيه خضروات أكثر وأقلل من السكر الملاحظات تكون مثلا أنني اليوم خرجت مع صديقات وأكلت أكل سريع ولم أستطع مثلا المقاومة هذه الملاحظات حول العادة الجديدة ستمكنني من أن تكون عندي نظرة عامة لهذه العادة الجديدة ويصبح عندي نمط كامل وإدراك لنقاط ضعفي اتجاه تبني تلك العادة الجديدة ثم العمل على العادة الجديدة يكون بالتحفيز المستمر وليس بالتحفيز المؤقت مثلا إحنا عادة يكون التحفيز المؤقت مثلا عندما يأتي رمضان نبدأ ونتخلى عن العادات السيئة ونتبنى عادات سليمة ولكن بمرور شهر رمضان نعود تدريجيا إلى عادتنا السيئة لماذا؟ لأن هنا التحفيز مؤقت ومتعلق بضرف زمني معين وليس تحفيز دائم ونابع من ذواتنا على أن التغيير يجب أن يكون مستمرا ويصبح نمط حياة التميز ليس فعل وإنما عادة الناس الناجحين يتميزون بقوة الإرادة والقابلية على الاستمرار لا يكفي أن تكون متميز ولكن يجب أن تستمر في ذلك التميز وفي تبني العادات الجديدة ترجمة نانسي قنقر